كرر الرئيس الروسي فلادمير بوتين قوله إن روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أوكرانيا خلال القمة الروسية الإفريقية اتهم الرئيس الروسي كيف برفضها للمشاركة في المفاوضات كانت كيف قد أعلنت أنها غير مستعدة لخوض مفاوضات مع روسيا مشيرة إلى أن موسكو تسيطر على خمس الأراضي الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل 17 شهر